بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فاحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا أن يسددني في القول وفي الجواب إنه خير مسؤول بالأمس بقي عندي مجموعة من الأسئلة واقع الوقت عن الإجابة عليها الأخت أم زياد من العراق بارك الله فيها تقول هي طبعا أم زياد سألت قبل ذلك بأن أولاد أختها طبعا توفيت والدتهم توفي والدهم وخلفوا بيت تقول أنا قمت بتأجير البيت وعلى رعاية طبعا أجبناها في ذلك الوقت قالت لا بأن الأولاد يعني خرجوا خارج البلاد من قبل 15 سنة وانقطع الاتصال معهم قبل خمس سنوات تواصلنا فقالوا بأن لما تقول أخبرتم قالوا الفلوس ما نريدها بعدين تقول أنا شعرت بأنهم غير مستوعبين لهذه المسألة وتقول بأني أنا الآن أدفع الزكاة هل علي شيء في دفع الزكاة وهل قولهم هذا يعني معتبر أختي أم زياد بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة ما تقومين به عمل جليل وصالح بارك الله فيك وتأجير البيت هذه العين العقارية تأجيرها واستثمارها لهؤلاء الأولاد لا شك بأنك تؤجرين على ذلك الأمر الثاني إذا كان والله الأولاد بالغين وعاقلين وفيهم رشد ورشد وقالوا لك والله يا خالتنا المبالغ هذه ما نريدها هذه لكي هؤلاء أسقطوا حقهم ولذلك القاعدة الشرعية الفقهية أن الساقط لا يعود مدام أسقطوا حقهم قالوا لكي خلاص تملكين هذا الشيء إذا أنت تقولين هؤلاء الأولاد غير مستوعبين للمسألة وغير واضح عندهم الأمر يعني واضح ما لديهم الرشد في التصرف الأموال تؤجرين على ذلك بحيث تحتفظين بهذا المال وأما الزكاة فواجب عليك إخراجه مدام المال تحت يدك أنت لتخرجينه رضوا أو لم يرضوا لأنك أنت تقومين مقامهم مدام أنك قمت على شؤونهم المالية خاصة في هذا العقار فالنية أنت مكلفة بها ولذلك تخرجين الزكاة عنهم لكن ضروري تخبرينهم بهذا وتعيدين الاتصال بهم مرة ثانية وتقولين لهم هذا الوضع الفلاني كذا وكذا تريدون أحول لكم المبلغ أم أحتفظ به فإذا قال والله إحنا عارفين والحمد لله نحن في غناء وفي عافية وكفاية المبلغ لك خلاص أسقط حقهم بارك الله فيك أم الزياد تقول أنا هذا المبلغ اللي عندي سلفت أخوي منه يعني بسبب حاجة شديدة وكتبنا ورقة والحمد لله تقول قام أرجع الفلوس هل تصر فيه صحيح الجواب نعم أنت الآن تنوبين منابهم وكيلة على هذا المال تتصرفين فيه بما ترين فيه مصلحة راجحة فالآن عندك أخ من إخوانك محتاج أقرأتي على أن يرجعه وأرجعه ما في شيء ما في بأس في هذا بارك الله فيك أم أحمد من أبوظبي تقول عندي ولد كان هو صغير مصلي وحافظ للقرآن وبعدما كبر واشتغل أصبح لا يصلي ويعني ما زال حريص على رضاي وشيء من هذا القبيل تقول للأسف الشديد ترك الصلوات حتى الجمعة أو يعني كذا تريد نصيحة أم أحمد بارك الله فيك أولا يا أخت الفاضلة الهداية بيد الله الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحبت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية بيد الله نحن بأيدينا هداية الدلالة أما هداية التوفيق بيد الله وشوفي نوح عليه السلام ما استطاع يهدي زوجته ولا ابنه ابنه يشوف الآية من آية الله السماء كأفواه القرب تمطر والأرض تفور بالماء ويقول يا أبو أركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبري يعصمني من الماء زوجته ما استطاع يهديها و جبريل ينزل عليه إبراهيم استطاع يهدي والد آزر النبي صلى الله عليه وسلم استطاع يهدي أعمامه هم يرون الآيات والمعجزات هذا لا أقوله على سبيل أنك يعني تهملين لا على سبيل أني أرفع الحزن اللي أنا كأني أشاهد فيك حزن شيء قطع القلب على مثل هذا الولد لكن أخت الفاضل هداية بيد الله ما يستطيع الإنسان يهدي أحب الناس إليه و لذلك الله جل وعلا قال للنبي أنك لا تهدي من أحببت و لكن الله يهدي من يشعر هذا الأمر الأول الأمر الثاني سبحان الله يا أختي أم محمد بالتجربة والمشاهدة والمعايشة أي ولد انحرف في فترة من فترات أو مرحلة من مراحل عمره و كان تربية صحيحة يعود سبحان الله العظيم في الغالب يرجع أبدا و هذه بالمشاهدة والتجربة في كثير من الأولاد سافروا دخلوا تخصصات شيء ضعوا في إيمانهم كذا لكن إذا كتب الله لهم حياة سبحان الله أصل التربية تؤثر فيهم و يعودون لأنهم سيكتشفون زيف هذه العقائد زيف هذا الإهمال فيعودون يحتاجون إلى ربهم سبحانه وتعالى و هذا أمر غاية في الأهمية أما لأهم الأولاد في البداية في الغالب أنه لا يعود نسأل الله العافية والسلامة مسألة أخرى أنت مأجورة تربيتك أنت و زوجك لأولادك بهذه الطريقة ربيتيه و معلمتيه مأجورة و يبقى الأجر و الثوام مستمر لك و لله الحمد و المنه بقي عليك ما هو الدعاء لا تنسين ولدك من الدعاء لا تقولين إيش يعمل الدعاء الدعاء سلاح قوي سلاح قوي النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العباد الدعاء هو العباد و لذلك أكثري له من الدعاء و حاولي قدر المستطاع أنك تتكلمين معه لا تخجلين منه قولي لي يا ابني أنت متغير وين أنت كنت الحمد لله ربيناك تربية صحيحة و سليمة المفترض تكون الآن أقوى و أثبت في الإيمان و الإسلام ناقشي و كلميه خاطي بوجدانه و قولي لي يا ابني أخاف عليك من غضب الله أخاف عليك من النار شوف الآن أغلب الشباب في كثير من الشباب يموتون في عمر الزهور يمكن الواحد منهم كان يأمل أن يعيش دهر و فجأة اختطفه الموت اخترمته المنية أخذه هذا من لذات فقولي لأنا أخاف عليك يا ابن الأعمار كلها بيد الله انتبه تلقى الله و أنت تارك للصلاة أم أحمد تسأل عن الصلاة في أول الوقت أو في آخر الوقت هل تأخذ نفس الدرجة أم لا تقول عندي بنت أخذ الصلاة إلى قبل نهاية الوقت أم أحمد بارك الله فيك بالنسبة لإسقاط الفرض يكون إما في أول الوقت أو في آخر الوقت سواء لقول النبي عليه الصلاة و السلام من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح و من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر فدل هذا على أن سقوط الفرض يكون ما بين هذين الوقتين أما الأفضلية و الأكملية فإنها في أول الوقت و ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه و رسلم أن رجلا سأله فقال يا رسول الله أي العمل أفضل قال الصلاة على وقته بمعنى العلماء حملوا هذا على أول الوقت على أول الوقت هناك بعض الصلوات الأفضل تأخيرها مثل صلاة العشاء كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام يؤخرها حتى يعني ينام على طهارة الإنسان قصد ينام على طهارة صلاة الظهر في الحر الشديد يقول النبي عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم يعني في هذين الوقتين بارك الله فيك بالنسبة لابنتك يعني قولي لا احرصي على الصلاة لأن سبحان الله العظيم جرت العادة أن الإنسان إذا أهمل الصلاة في أول وقت أو أخرها دائما إلى آخر الوقت سبحان الله ينسح بهذا إلى التساهل والإهمال فيخرج الوقت وهو ما صلى يخرج الوقت وربما هو ما صلى أو هي ما صلت أم أحمد تسأل عن الحكمة من تكرار قصة موسى عليه السلام أخت الفاضلة بالنسبة لقصة موسى عليه الصلاة والسلام هي من أكثر القصص في القرآن وذلك للأسباب التالية أولا لأن موسى من أعاظم أنبياء بني إسرائيل الأمر الثاني أن في بني إسرائيل العجائب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم العجائب المسألة الثالثة أن موسى لم يكن في بقعة واحدة ولا في مدينة واحدة وإنما موسى مر بمراحل وتنقل بين بلدان وأوطان وحصل له من المعجزات الباهرات أو الآيات الباهرات الشيء العجيب ولذلك في قصته عبرة وعظة الأمر المهم جدا المشابه بين قصة النبي عليه الصلاة والسلام وقصة موسى عليه الصلاة والسلام فالله تعالى أكثر من قصة موسى تسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام لأن الفصول والمفاجآت والحوادث التي تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام لا تبعد كثيرا عن ما تعرض له موسى الكليم عليه الصلاة والسلام و لذلك كأنها تأتي لتثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام لتسلي صدره لتشرح صدره و لتسلي فؤاده فكان في قصة موسى تسلي و ثبات للنبي عليه الصلاة والسلام و دائما القصص هذه و الحوادث تعطي الإنسان دروس و عبر و أيضا تمنحه شيء من الثبات الثبات بإذن الله جل و علا لمواجهة المصاعب و الأمور القاسية هذا الذي ذكره أهل العلم عبد الله بن السعودي يقول أنا أصلي في البيت و المسجد جنبنا يقول يعني هل أصلي مباشرة أم أنتظر أن يقيم المسجد أخوي عبد الله بارك الله فيك أنا بالأمس حاورتك و قلت لك لماذا تقول عندك إشكالات صحية عموما النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له كاملة يعني إلا من عذر العذر مثل مرض عافى الله الجميع خوف مثلا خوف من مضاعفات مرض هو عنده مرض لكن قالوا لأطبة لا تطلع لا تظهر من البيت لأن هذه سبب لك مضاعفات مطر شديد ظلمة شديدة هذه أعذار شرعية فهنا يرخص للإنسان أما الإنسان اللي ما عنده عذر شرعي هذا يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ على الذكر البالغ لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة يبقى قضية ما سألت عنه بارك الله فيك لا ارتباط بينك وبين المسجد مدام تصلي في البيت ما في ارتباط بينك وبين المسجد ما لك علاقة فكونك تصلي قبلهم أو بعدهم أو أثناء صلاتهم ما في شيء بعض الناس الآن يقولك لا تصلي لأن المسجد أقام حتى لا يعني يصير بينك وبين المسجد يعني في نفس الوقت ما في علاقة يا جماعة ما في علاقة يجوز الإنسان مدام أذن يصلي الحمد لله أو يصلي معهم قد أقاموا الصلاة أو يصلي بعدهم ما في علاقة بين من يصلي منفردا في بيته وبين المسجد من حيث الارتباط بارك الله فيك أبو ليث من العراق يسأل يقول ما حكم صبغ الشعر الأسود بالنسبة للمرأة علشان يوجد شيء من الشيء أبو ليث بارك الله فيك طبعا بالنسبة للصبغ بالسواد مسألة خلافية بين العلماء تدور بين ثلاثة أحكام الإباحة والكراهية والتحريم وأهل العلم اختلفوا في مسألة المرأة هل تأخذ حكم الرجل في الصبغ في السواد أم أنها لا تأخذ ذلك إذا كانت ذات بعل وتريد أن تتزين لزوجها المسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي وشديد لتكافؤ الأدلة وعموم من أخ الفاضل إن احتاجت المرأة إلى أن تصبغ بالسواد لتغيير الشيء خاصة المتزوجة أنا نتكلم عن المتزوجة فإنها تصبغ بالكتم والكتم هو لون قريب من السواد وليس سوادا بمعنى من يراه يعتقد بأنه سواد خروجا من الخلاف بارك الله فيك يلا يلا عند المكالمات تنتظر ما نحب نطيل عليها تفضلوا تفضلي عبد الله عبد الله السلام عليكم كيف حالك يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا سعيد جدا بأنه أحسن أحكي ما حضرتك أنا أسعد يا عبد الله تفضل أخوي الله يكلم يا شيخ سؤال بموضوع التجارة أنا ساكن في بريطانيا نعم وأنا أتخذ تأجير البيوت تجارة نعم فهون عنا في بريطانيا في بالعقود في شرط مسبق لا يكتب المؤجر وإنما موجود يعني مسبقا ويقول الشرط لا يحق للمستأجر التأجير إلا بيعني إذن مسبق من المستأجر نعم وأنا أتخذ تجارة البيوت يعني استجارها وإيجارها تجارة فأنا عندما أستأجر البيت أنا لا أقول لهم أنني أريد أن أؤجره علما لأنني إن فعلت ذلك لن يرضوا أنني أؤجره التجارة فأنا أسألهم بطريقة لا مباشرة إن أردت أن مثلا أؤجر غرفة أو غرفتين هل يحق لي ذلك فإن قالوا لي نعم أجرت البيت فالهذا فالي صح ويجوز أم فالي لا يجوز أبشر عبد الله تسمع الجواب أهلا وسهلا ومرحبا من أبو إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يا شيخ سلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ لو سمحت عندي سؤال بس فضل يا أبو إبراهيم شيخ أنا أطيت بيذات لواحد في ألفين في 2016 و 2016 يا أبو براهيم يا أبو براهيم نعم شيخ اخفض التلفزيون على الآخر لأنني أسمع صدى وأنت الآن ما تستطيع تستلسل بالسؤال اخفض التلفزيون على الآخر بارك الله فيك واسمعني من الهاتف كلمني من الهاتف يلا يا أبو براهيم شيخ أنا أعطيت بيضات لواحد في 2016 طيب من 2016 للحين ما رجعه الحين مرجع لي 5000 وبابي عندي 5000 نعم من 2016 للحين ما عرفتني هل بيحطني أو ما بيحطني هل الفلوس هذه اللي كانت عند الغيال عليها الزكاة أنا أتسلل أحطي ذكاته ولا هو لي أحطي ذكاته وأنت كنت الطالبة ويرفض هو من 2016 قال عطني فلوس أعطيت مبلغ 10,000 طيب من 2016 لحين يعني وقت شوي خمس سنوات أو أكثر ريال ما عطني ما رجع لفلوس طيب الحين أعطني 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 خمسة وشيك أندي بخمسة ألف الحين أعطني خمسة منه وخمسة بعد ما أعطني شاء الله يا ببراهيم لأ الحين لأ الحين يا شيخ هالفلوس اللي كانت عند الأخ ذكاء عليها أنا أتساول للأخ يتفع أبشر يا ببراهيم تسمع الجوال الله يرضى علي مرحب ومسحب الله يحي ووالديك ووالديك فضلي علي سلام عليكم عليكم السلام كيف حالك الشيخ عزيز مرحب أخي علي شيخ سألتك قول يومين وجابت أنا قراء الصراط قلت أن بعض الأولمة كفر تارك الصراط وقال أنه لا يقضي كذا طيب إذا أخذنا بهذا القول هل يلزم النطق بالشهادتين أم يكتفي الإنسان بالتوبة فقط إن شاء الله سؤال الثاني لو سمحت نعم شيخ أنا لما أقرأ القرآن الكريم يعني أتأثر بالصور المكية أكثر من المدنية وأركز عليها هل في ذلك بس شاء الله علي شكرا لك حياك الله أمات الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سهل لك يا شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بارك الله فيك معيك لا تأثي لنفسه واحد تفضل يا أختي الحقا أن عند قرآن المصحف لا يجوز نمسه باليد الأسرة أبدا حتى تصريح الورق حتى ولو كانت اليد مضيفة إن شاء الله سوال الثاني أنا مطلقة ويتيمة ووحيدة تعرض لكلام الناس وأرجوك يا شيخ أن تدعو لي بالزوج الصالح سوال الثاني أختيامة الله سوال الثاني سوال الثاني هل أنا إذا عرضت نفسي على رجل جوزة متوفية وعندها أطفال وأرغب في تربية ورعاية أطفالها فهنا أنا ويلا يجوز لي هذا شيء إن شاء الله أخت الفاضل إن شاء الله أبشري الله جزيك خير مرحبا أهلا وسهلا أم محمد يا أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي تفضلي أنا أنا عندي يا ابن أختي أيوة عندي أول سؤال أيوة ابن أختي توفى في حادث أها عندي 17 سنة نعم هو يعني شوي يقول ما يترمسها تقياع دوش يعمل مشاكل اللي قعد يسب الدين شوي مش ياما يعني نعم يعني تقول أنا نعمل أيه يعمل صدقة نعمل أيه يتألم خالص كان يسب الدين يعني أيوة بس مش ياما شوي ويصلي ولا ما يصلي لا يصلي ويصوم الحمد لله وعنده 17 سنة ومات الحادث يصلي ويصوم ويسب الدين سب مش مش ياما يعني شوي طيب الجواب إن شاء الله أهلا وسهلا من فضلي فهد السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال حياك الله حين عندي سؤال أها هل بيع الدخان إني أبيع نفس ذنب بيع الحشيش والحبوب والأشياء الثانية طيب يا فهد يا الله حياك الله أبو سيف السلام عليكم دكتور يا عزيز أهلا وسهلا ومرحب أبو سيف الله يبارك بيك ويحفظك إن شاء الله دكتور عندي سؤالي إن شاء الله يعني مو يعني يمكن قايله بس أنا يمكن التبسط عليه إذا واحد ساجد أي وأثناء السجود يعني اختلفت علي ما يعرف أول سجدة يطول بالسجود أي فأثناء السجود يعني يعني يقول هاي أول واحدة ولا الثانية هل يقوم يعمل الثانية ولا يكتفي أنه هي فعلا هاي الثانية وما عرف يعني إن شاء الله إن شاء الله وسؤال الثاني بالتسابيح أيضا من تسبح باليد اليمنى من توصل للخمسطعش نوبات واحد تتبس عليه وصل للثلاثين بحيث حتى يكملها ثلاثة وثلاثين ولا يعيد ولا يشويه خمسة واربعين يعني أم مريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه بعض البصيرة جزاك الله خيرا تفضي سؤالي الأول يا شيخ الخميس الماضي سافرت من مدينة إلى أخرى هذه المدينة بالزيارة تبعد تقريبا أربع إلى خمس ساعات لكن أنا سافرت بالقطار سريع القطار عمل ساعتين عندما وصلت إلى المكان إلى البيت الذي أردته صليت صلاتي جمعت قصير جمعت الدهر مع العصر ركعتين ركعتين وصليت المغرب مع العشاء نعم لكن رجعت في نفس اليوم بعد صلاة العشاء رجعت إلى بيتي بل ها صلاتي صحيحة أم لا إن شاء الله سؤالي الثاني يا شيخ سمعتك بأن الوطر أنا أصلي الوطر في آخر لي أصلي بعد بعد العشاء أربع ركعات ركعتين ركعتين وأنام وعندما استيقظ قبل الفجر بساعة وساعة ونصف أصلي ما تيسر الله وأصلي ركعتين الأولى بسبح والتانية قل يا أيها الكافرون وأتي بالوطر وأصلي بيه قل هو الله أحد وقل عد برب الفلق وقل عد برب الناس وسمعتك أن الوطر يجوز أن نصلي ثلاث ركعات بتسليم واحدة فما هو الأفضل جزاك الله خيرا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أبو علي يا مرحبا أهلا وسهلا أبو علي مرحبا شيخ حياك الله يا أبو علي حياك الله تفضل مرحب فيه يا شيخ تفضل أبو علي أخفض التلفزيون أبوي أخفض التلفزيون أخفض التلفزيون وكلمني من الهاتف تفضل يا شيخ تفضل أبوي أعطاني مبلغ أيوة الله عندي أمانة أها تمام طيب أبو الله جريت سلتين ألف وقال لي ما تعطيش منه الحد هذين إليك أنت أنت عانيت فيه وخدمتني تمام وقدين توفع نعم ماشي وأنا بيدي لما توفع بعد سبو جسمت على العيلة أي تمام والله عندي أدوات مكينة حرس زي مثلا وجرار وقال لي هذين إليك المبلغ أنا وزحته عنده أرفع بينه وغينه طيب لما توفع مشيت وزعه وقال لي الله ربح ما نقل إيش لما ما بلك أنت أها أخذ بك أنت خليه عندك طيب حسن يا أخوان الله يرضى عليكم إذا دخلتم أخفض التلفزيون أخفضوه علشان لأن في تردد الآن تفضلي يا أم حسن تفضلي أختي تفضلي يا أم حسن سلام عليك يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله تفضلي وعندي سؤالين يا شيخ على عندي الرجل ديالي كيشرب وقا يضربني يا شيخ أيوة وقا يترفص علي وتفرقت منه فرقتنا للحكومة منه نعم ودركه هو ساكن عند بنتي وما يتفضل لا يصوب على أولاده لا والو ما كيصر لي ما كيصوب ما كيغصر ما والو واش عندي شي دنبي يا شيخ ولا والو أنت الآن طلقك هو طلقك لا يا شيخ فرقت الحكومة فقط هو وحده وأنا وحدي أيوة ودارب وحدي طيب والآن ما يصلي هو ما يصلي ما يصلي يا شيخ ما يغصر ما هو وقاعد عند بنته وقاعد الكهربار فين قاعد عند بنته وعقله معه وعقله بعقله بكل شيء بسحة بحياة بكل شيء على القمار والقمار طيب السؤال الثاني سؤال الثاني يا شيخ عندي رجل بنتي كيكتب للناس وكيخدم مع الشياطين كيخدم وكيكتب للناس وكل شيء وكيكتب بالزاق وبنتي كتقول لي كيخدم في القهوة وكيشدد الفلوس جيل الحرام طيب ولا بنتي وكيخدم 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 بني الاخر أنا لا أتوقع لشي الحرام نعم وش يا شيخ كيف هذا شيء ويا شيخ حقب ما يعني استجزى وخلص تشاهد أقدر أقعد يعني الكرسي يعني الكرسي يكون يعني مثلا من الخلف أقعد فوق وأدعي يعني قبل السلام عادي هذا قبل السلام ولا بعد السلام لا لا قبل السلام في أدعية يعني أنا خلص تشاهد لأن ما أقدر يولي يركب شوية تعوبرني بيادة يعني اي أرتفعي يعني أقعد على الكرسي يستوي شيء ولا ما يستوي وأنت أصلا ما تصلين على الكرسي تصلين قائمة لا لا أنا قائمة طيب يا أم محمد جزاك الله مرحب أختي طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع بقي الأخ أبو ليت من العراق في سؤاله الثاني يقول في الصلاة أحيانا نرفع صواتنا هل هذا يبطل الصلاة الجواب لا وإن كان بعض العلماء يتكلم بهذا وقال بأن رفع الصوت هنا تغيرت فيه النية في الصلاة لكن الذي يظهر أنه لا بأس بذلك والصلاة الصحيحة يعني رجل الآن وهو يصلي رأى طفل يكاد يسقط فقال الله أكبر رفع صوته مثلا حتى ينتبه غير المصلي ما في بأس ما في بأس بارك الله لو حصل مستقبلا فممكن أن ترفع صوتك بالتسبيح لأن التسبيح في الصلاة إنما شرع للتنبيه للداخل مثلا تقول سبحان الله مثلا يكون أفضل بارك الله فيك أبو ليث يقول هناك منظمات يعطون قروض مثلا خمس ألاف دولار مثلا لكن هناك شرط جزائي على من يتأخر في السداد يقول إذا كان الشخص يعلم من نفسه بأنه يسدد يعني يعرف من نفسه بأنه يسدد هل يجوز الجواب لا لا يجوز لأن أصل العقد باطل فالقرض هذا قرض ربوي اجتمل على شرط جزائي هذا قرض قرض وإن كان صورته حسن لكن اجتمل على شرط جزائي وتعرف يا أبو ليث الإنسان ما يضمن عمره وما يضمن نفسه صح ولا لا يعني لوحد يقول والله أنا عندي راتب وأسدد فجأة يفصل من الشركة أو من الدولة أو مثلا يحصل له إعاقة يحصل له شيء فيه مخاطرة وفيه مغامرة ولذلك الشرط الجزائي هذا باطل يوجد قول لبعض العلماء بصحة القرض وبطلان الشرط يقول لا يبطل العقد كل عقد القرض أو عقد البيع ها ما يبطل كله لكن يبطل الشرط اللي يظهر لي أنا والله تعالى أعلم أن العقد كله باطل ولا يجوز لوجود الشرط الربوي جاسم من رأس الخيمة يقول عنده زوجتين الأولى في الشارق والثاني في الرويس يقول أجي مثلا اللي في الشارقة اللي في الشارقة يقول أجلس معه خمسة أيام واللي في الرويس أجلس معه سبعة أيام يقول اللي في الرويس أراضي تجي الشارقة وتجلس خمسة أيام واللي في الشارقة تقول خذني هناك لكن لابد من سبعة أيام والأخ جاسم حيران يقول ما أدري كيف أوفق بين الأمرين تطيع شوري خذ لك الثالثة يا أخوي جاسم ها خذ الثالثة وترتاح بمثل هذه الطريقة ترى أمزح معك عموما لا يزعلون الزوجتين أخي الفاضل بارك الله فيك طبعا مسألة العدل بين الزوجتين هذا واجب أمر واجب وبعض الأحيان قد تسقط المرأة حقها يوجد من الناس أنا أعرفهم يعني بشكل شخصي خمسة أيام في بيته يومين عند الثانية أو العكس الأولى يومين وعند الثانية خمسة أيام برضاهم لكن الأصل إذا لم يرضوا فإن العدل واجب إذا كان مثلا لا تستطيع تعطي هذه مثلا يعني ثلاثة أيام وهذه ثلاثة أيام هذه ثلاثة أيام وهذه ثلاثة أيام أو مثلا تقول أسبوع هناك وأسبوع هنا لكن كن عملك شاق بمثل هذه الطريقة ومن الصعب أنك توفق إلا بمثل هذه الصورة يعني أنا أدعو الزوجة الأولى أن لا تستقصي في مسألة حقها صحيح لا حق لكن هذا ليس بالإمكان وأنا أدعوها إلى أن تسجل موقف يعني تتحبب فيه لزوجها وتسجل له موقف أيضا تسجل لها موقف بحيث أنها لا تتعنت ولا ترهق زوجها في أمر لا تطيقه يعني الآن الثانية قالت أنا راضي أجي في الشارقة وما عندي مشكلة خمسة أيام يعني المفترض أن أيضا الثانية تقتنع بمثل هذا فما في حل يا أخي جاسم إلا أن تتنازل الأولى تقول له مثلا خمسة هنا وخمسة هنا ما تصر على قضية السبعة أيام خاصة وأن صاحبتها الثانية اللهم بارك راضية تقول أبدا ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة في خمسة أيام هذا هو الحل هذا هو الحل ولذلك دائما الكريم الكريم لا يستقصي يعني بعض الناس الآن إذا أقرض شخص ما يسامح ولو فيه درهم يعني مثلا أقرض الشخص وجاب له الشخص قال له أقرض عشرة ألاف قال والله الآن ما عندي إلا تسعة ألاف وخمسمية بيقول له الباقي أم سامحك فيه لأن الكريم لا يستقصي الحريم أيضا بينهم وإن كان هذا صعب على الحريم أن أعرف هذا الشيء الحريم بينهم أيضا لا يستقصون يعني بعض الحريم الآن تحاسب زوجها على الدقيق وهذا غلط بشر هو بشر يعني يصيبه ما يصيب بقية البشر فلذلك الاستقصاء هذا ليس من أخلاق الكرمة الكريم لا يستقصي فما في حل إلا هذا يا جاسم نوفة من السعودية بارك الله فيها تقول والدها توفي من تسع سنوات كانت حالته ضعيفة جدا تقول تفاجأنا لقينا مبلغ عنده مخبيه وأخذته تقول وأنا ذهبت وأعطيته لواحد من إخواني بينه وبين الوالد مشكلة قلت علشان يغسل قلبه وبعدين يعني وزعنا عطيته تقول وزعنا الباقي على العائلة وخمسة عشر ألف تقول أخذتها أنا وحطيتها في مسجد ما حكم عملي نوف بارك الله فيك أولا تشكرين وتؤجرين على هذا الحس الطيب وعلى أنك عطيت درس لأخيك بأنه يتق الله وأنه ينظف قلبه تجاه والده ويعني حاولت قدر المستطاع أنك تكسبين بعدما غرد خارج سرب البيت يعني ترجعين إلى حضيرة البيت وهذه لا شك بأن يدل على رحم عندك الأمر الثاني وهو الخطأ أنت أخطأت خطأ كبير حينما تصرفت من عندي نفسك لماذا؟ لأن ما تركه الوالد هذا حق للجميع لا يجوز لأحد أن ينفرد به لا يحق لك أن تنفرد أنت به ولا لأحد من الورثة أن ينفرد به وإنما هذا حق للجميع أنت حسب ما فهمت بالأمس أن الورثة طلعوا فيما بعد وردوا أهم شيء تستنطقينهم تقول لي يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان أنا عملت هذا لأجل أغسل قلب أخوي تجاه والده أنتم راضين أو لا؟ إذا قالوا راضين وجزاك الله خير ويدعون لك نعمة من نعم الله الحمد لله إذا قالوا لا يعني هنا تقول لي لهم الآن أنا متورطة أنا تصرفت بحسن نية و بحسن قصد إذا والله تقولوا النبي حقنا أنا أتحمل هذا الشيء تقولوا تحمل هذا الشيء أنت تصرفت من عندي نفسك إذا قالوا في الغالب أنه ما يقولوا مثل هذا الكلام والخمسة عشر ألف هذه تقي حطيتها في مسجد هذه صدقة تؤجرين عليها أنت وأيضا يصل الثواب للوالد الصدقة أنت تؤجرين عليها والثواب يصل للوالد بإذن الله الأخت نوف تسأل تقول يعني بالنسبة لكفارة الجماع في نهار رمضان تقول كيف تكون يا نوف بارك الله فيك أشد مفطرات الصيام الجماع في نهار رمضان والكفارة فيه مغلظة دل على أن الفعل عظيم عند الله سبحانه وتعالى و ذلك الانتهاك حرمة الشهر و الصيام و لذلك الكفارة أول ما تكون عتق رقبة و الآن الرقاب غير موجودة هذا قديما فإن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين شهرين ما يفطر بهما إلا لعذر كمرأة حيض أو شخص يمرض أو يسافر مثلا من دون تعمد السفر يفطر ثم بعد ذلك يكمل بمجرد الإقامة بمجرد الشفاء بمجرد طهارة المرأة من الحيض فإن لم يستطع على الصيام يطعم ستين مسكينا والترتيب في كفارة الجماع في نهار رمضان واجب فالراجح من قول أهل العلم فالكفارة ليست على التخيير يفعل ما يشاء لا على الترتيب عتق رقبة فإن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا الأخ عبد الله من بريطانيا يقول بأنه يعني يتعامل بتجارة تأجير المساكن في بريطانيا يقول عندهم قانون بأن الشخص المستأجر لا يجوز له قانونا أن يؤجر غيره يقول أنا ما أستطيع أنني ألتزم بمثل هذا الأمر ويكتب هذا طبعا في العقد بشكل مسبق لكن عموما يقول أجي أنا وأستعمل طريقة وهي أقول لهم بأني أستأذنهم هل لو أجرت غرفة غرفتين مسموح فيقول يأذنون لي وبعد ذلك أؤجر البيت كامل هل يحق لي هذا أم لا عبد الله أولا أشكرك على سؤالك عن الحلال والحرام يعني في بلاد مثلا مثل هذه البلاد وهذه نعمة من نعم الله أن يفتح الله على قلب الإنسان وأن يتحرى الحلال وأن يبتعد عن الحرام الأمر الثاني المسلم يجب أن يلتزم بالعهود والعقود سواء في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم والمسلم يتعامل بأخلاقه وبدينه ولا يجوز له أن يغش وأن يكذب على الآخرين الأمر الثالث مدام أن المسألة فيها مجال في قضية تأجير الغرف يعني يظهر والله أعلم بأنهم يتسامحون في مثل هذا لأن مسألة أنك تقول إذا استأذنتم أجر غرفة غرفتين فأذنوا لك يظهر لي بأنه ما في مانع فأنصحك يا أخي عبد الله أنك تسلك مسلك تأجير الغرف بدل من تأجير الشقق أو تأجير البيوت فيكون أفضل لك خروج من هذه المسألة التي فيها التباس تقولي والله صعب هناك عوائل تأتي تأجر البيت كامل أو الشقة كامل ما دام أن هناك قانون يفرض هذا الأمر لا يجوز لك إلا بالاستئذان لا بد أن تستأذن تستأذن من الجهة التي هي القانونية أو الجهة الحكومية أو تستأذن من صاحب البيت بأنك تؤجر أما من عندك لا والآن أخذت إذن تأجير غرف أما تأجير البيت فلا إلا بإذن ما دام أن هناك شرط يكتب في العقد يلا من فضل محمد سلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله نفع الله بك شيخ عزيز بارك الله في هذا البرنامج وكل العاملين شيخنا عزيز عندي سؤال الزوجة هل يجوز للزوجة أن تأخذ مالا من زوجها البخيل يعني من محفظته هذا إذا وجدت مالا في محفظته يعني هل يجوز لها لأجل يعني لإنفاق على ضرورات الحياة في حياتها هل يجوز لهذه الزوجة أن تفعل إن شاء الله لربما هو في الغالب سيكون من الصعب أن تحصل على مال من هذا الزوجة البخيل في البيت لكن إن وجدت إن شاء الله أبشر محمد بارك الله فيك حياك الله لو سهلا طيب طيب أرجع إلى الأسئلة عندي الأخ أبو راهيم من الشارقة يقول بأن يقول عطيت شخص فلوس عام 2016 يقول ما سددني إلا الآن خمسة آلاف عطاني فيها شيك يقول وباقي خمسة آلاف يقول هل يجب علي زكاة في هذا المبلغ منذ عام 2016 أبو راهيم بارك الله فيك أولا القرض الإنسان إذا أقرض آخر له الأجر والثواب وأنت إن شاء الله على أجر ثواب بإذن الله ولا تندم لا تندم على هذا القرض اللي أقرضت ربنا جل وعلا دعانا إلى الصدقة وأمرنا بأن يعيم بعضنا بعضا فهذه نعمة من نعم الله الأمر الآخر بالنسبة للزكاة نعم واجب عليك في هذه المدة ما دام أن الرجل معترف بهذا القرض وهو غير مماطل ولا جاحد ولا مفلس يقول لك يا أبو إبراهيم حقك عندي وإن شاء الله بإذن الله أجيب لك نعم تزكيه كل سنة يا أخي الفاضل فعندك من 2016 إلى الآن عندك زكاة كل سنة هذا المبلغ العشرة آلاف فيها 250 درهم عن كل سنة عن كل سنة بارك الله فيك علي من السعودية طبعا علي سأل في السابق فيما يتعلق بقضية تارك الصلاة وكلام أهل العلم يقول يعني عطيناها الجواب الآن يقول طيب إذا قلنا بأن تارك الصلاة يكفر الكفر الناقل هل يلزم أنه يعني يأتي بالشهادتين أخي الفاضل من أهل العلم من قال نعم يأتي بالشهادتين لابد لأنه ترك الصلاة مضاد للإيمان ولذلك قالوا ينطق بالشهادتين ومن أهل العلم قالوا لا يلزم لأنه أصلا مقر بالشهادتين مقر بالشهادتين وترك الصلاة وإن كان مضادا للإيمان لكنه ليس ناقض للشهادتين فقالوا يكفيه يعني لو ردد خلف المؤذن يكفيه لو أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني حتى ولكن من دون استحضار طيب وش اللي يمنع يا أخوي علي لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ما تكلف شيء ثواني وما تكلف شيء ولله الحمد والمنة يعني خروجا من الخلاف علي يقول أنه لما أقرأ القرآن أتأثر بالسور المكية أكثر من السور المدنية هل علي شيء؟ علي بارك الله فيك أولا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود هذا القرآن هو الدستور الخالد الذي حفظه الله عز وجل لهذه الأمة قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وتعرف بالنسبة للسور المكية والسور المدنية جميع آيات القرآن اجتملت على توحيد الله عز وجل ما من آية ما من سورة من عفوا ما من سورة من السور إلا وفيها مظهر من مظاهر التوحيد لله عز وجل صحيح أن الفترة المكية كانت تركيز على جانب محاربة الشرك والدعوة إلى التوحيد أكثر وأغلب والفترة المدنية جاءت فيها التشريعات بعدما انتشر التوحيد والإيمان ولله الحمد لكن كونك تتعامل بمثل هذه الطريقة لا أنا أنصحك بأن تراجع نفسك وأن لا يكون لديك مثل هذا الإجتزاء لنصوص القرآن تقول الله أتأثر بهذه ولا أتأثر بهذه لا حاول ترى في السور المدنية أيضا ما هو شبيه في السور المكية من الدعوة إلى توحيد الله ومن الأمر بالنظر في هذا الملكوت والتشريعات أيضا فيها ما يجعل الإنسان يقف بخشوع ويعني يتأمل ويتدبر في هذه الآيات والتي تفتح مغاليق القلوب وتجعل الإنسان فعلا يكون عنده من التدبر ما كأن مطارق إيمانية على رأسه تخضعه لذي الأسماء الحسنى والصفات العولى جل وعلا أمات الله من ليبيا تقول يعني بالنسبة لقراءة المصحف هل يمنع تقليب الورقات المصحف باليد اليسرى حتى وإن كانت طاهرة عفوا وإن كانت طاهرة نعم الجواب أخت الفاضلة بارك الله فيك أولا بالنسبة لاستعمال اليمنى واستعمال اليد اليسرى جاء من حديث عائشة وغيرها رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ولذلك قال العلماء كالنووي وغيره رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل اليد اليمنى للأشياء الطيبة للطيبات والمطيبات لليمنى في أكله وشربه في إعطائه وأخذه في دخوله مثلا المسجد وغيرها من الأشياء في تناوله الكتب في تقليبه ورقات المصحف لأن هذا من الطيبات وعما الشمال فلما يستقدر الاستنجاء الاستجمار التنخم مثلا وغير ذلك إزالة الأوساخ وكذا الاستياك إذا كان بقصد تنظيف الأسنان باليد اليسرى وهكذا ولذلك تلفاضلة ما دام أن اليمنى سليمة فالأصل أن تقليب اليد الأصل أن تقليب ورقات المصحف يكون باليد اليمنى لهذه القاعدة أن اليمين تستخدم لكل ما هو طيب ولا شك بأن التعامل مع المصحف يكون بمثل هذه الصورة إذا كان عنده مشكلة في يده اليمنى ممكن أن يستعمل اليسرى إذا كانت نظيفة وعلى هذه القاعدة يتعامل الإنسان في أموره الحياتية أمت الله يعني تقول مطلقة وهي في الأصل يتيمة وتطلب الدعاء بزوج الصالح أدعو الله أن يسر لك وأن يرزقك الزوج الصالح أنت وكل أي من المسلمات أسأل الله تعالى أن يرزق كل أي زوجا صالحا أمت الله تقول يعني في رجل توفيت امرأته عنده أولاد هل لو عرث نفسي عليه بالزواج خاصة أنني حاب أربي عياله علي شيء لك الأجر وليس عليك شيء لك الأجر والثواب ولذلك يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح على الرجل الصالح والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت الواهبة الواهبة وقفت فعرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام فصعد فيها النظر وصوب فكأنه لم يرغب فيها عليه الصلاة والسلام فقال لرجل يا رسول الله زوجنيها قال ما معك؟ قال ما معي شيء قال التمس ولو خاتما من حديد فذهب الصحابة الجليل ما وجد خاتم من حديد فقال ما عندي إلا إزاري قال تقعد بلا إزار ثم سأله هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم قال زوجتكها بما معك من القرآن ولذلك المرأة يجوز لها من خلال قواعد شرعية وضوابط مرعية أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ما في بأس خاصة الحالة التي ذكرت الرجل توفيت زوجته عنده أولاد وانت نويتي أمرين إعفاف نفسك وتربية أولادك لك الأجر والثواب وإذا وجد وسيط أخت الفاضل أفضل امرأة صالحة من الامرأة برزة لها يعني ذهاب إلى الرجال ممكن أنك تكلفينها تقول لهذا الرجل في امرأة هنا مطلقة وصالحة وطيبة وتحابة حتى تربع عيالك فأعتقد بأن هذا أدعى للقبول وأكثر لإقبال هذا الرجل إليك أم محمد من مصر تقول عندي ابن أختي توفي بحادث عمره 17 سنة يصلي وصم لكن يسب الدين أحيانا إذا غضب هل نعمل لشيء؟ يا محمد بارك الله فيك كثير من الشباب يعيشون في مجتمعات وللأسف الشديد ينتشر فيها سب الله وسب دين الإسلام وهم لا يقصدون ذلك نسأل الله تعالى أن يعافيهم جميعا وبالنسبة لسب الله لا أشك بأنه كفر ومروق من الإسلام قال الله جل وعلا قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولذلك سب الله لا يصدر إلا من قلب ممحوظ بالنفاق نسأل الله العافية والسلامة لكن يوجد من بعض الشباب في بيئات منذ أن نشأ ومنذ أن كبر وهو يسمع هذا وتلقنه ولا يقصده خاصة مثل هؤلاء الشباب اللي يصلون يصمون يقرؤون القرآن في الغالب أنه لا يقصد هذا أرجو الله أن يغفر له وأسأله جل وعلا أن يعفو عنه ولذلك ادعو له بالرحمة تصدقوا عنه اسألوا الله تعالى أن يتجاوز عما كان يصدر منه من هذه القوادح ومن هذا الناقض خاصة الوصف اللي ذكرته يدل على أنه ما يقصد ولا يتعمد سب الدين بخلاف من يقصد ذلك نعود بالله من هذا فهد من السعودي يقول هل بيع الدخان يكون الذنب والإثم مثل الذي يبيع الحبوب والحشيش فهد بارك الله فيك لا يعني الفرق بين من يبيع الدخان وفرق بين من يبيع الحبوب والحشيش الحبوب والحشيش بالنسبة لما يكسبه الإنسان من ورائه هذا حرام محض والعياذ بالله لم يختلف يخالف في هذا أحد من أهل العلم وهذا والعياذ بالله من أقبح المكاسب ومن أشنع الذنوب ومن أقبح الأموال التي يجنيها الإنسان أن يكون تجارتها مخدرات ومسكرات وحشيش أما الدخان فالمسألة ليس فيها إجماع المسألة ليس فيها إجماع من أهل العلم أن يذهب إلى أن شرب الدخان مكروه إذن يكون بيعه مكروه ومن أهل العلم أن يذهب إلى أن بيع الدخان أو شرب الدخان محرم إذن ما حرم بيعه حرم شراءه وما حرم بيعه حرم كل مكسب من ورائه ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم بل يكاد يكون محل اتفاق الآن على أن الدخان محرم خاصة يعني شهادة منظمة الصحة العالمية شهادة الأطباء على أن الدخان شرب الدخان سبب من أسباب كثير من الأمراض ومنها السرطانات لكن فرق بين قيمة الدخان وبين قيمة المخدرات ولكن هذا لا يجعل الإنسان يقول والله طيب مدام ثمن المخدرات أشد خليني أروح للمسكرات عفوا لبيع الدخان لا ما يجوز حرام التجارة في الدخان والشيشة بارك الله فيك أبو سيف من الشارق يقول أثناء السجود أطيل أحيانا لكن يختلف عليه الأمر ما أدري السجد الأولى ولا الثانية أبو سيف أعطيه قاعدة بارك الله فيك حتى المسألة الثانية وهي مسألة التسابيح تقول ما أدري خمسطعش ولا عشرين ولا ثلاثين ولا ثلاث ثلاثين أي إنسان في داخل العبادة وشك يبني على الأقل زيني أبو سيف أنت الآن في السجود أنت سجدت الآن وأطلت السجود في قيام الليل وبعدين اختلف عليك الأمر شكيت هذه السجدة الأولى ولا الثانية خليها الأولى خليها الأولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شك في صلاتي فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليبني على ما استيقن كذلك السجود أيضا قضية التسابيح الآن بعض الناس يسبح ويقول هذه الثلاثين ثم يشك ما أدري يقول ثلاثين ولا عشرين باقي عشرة خليها عشرين ويجيب الباقي بارك الله فيك يا أبا سيف ورضي عنك أم مريم من فرنسا تقول بأنها سافرت الخميس الماضي إلى مدينة تبعد أربع إلى خمس ساعات ولكن بالقطار قطعتها في ساعتين تقول جمعت وقصرت هناك ورجعت في نفس اليوم هل علي شيء؟ أم مريم فعلت الصحيح أنت مسافرة أربع ساعات أو خمس ساعات كون القطار مسرع وقطعها في ساعتين هذا لا يعني بأنك لم تسافر أنت سافرتي والسفر تحقق بمثل هذه المسافة والقصر والجمع اللي فعلتيه صحيح أم مريم تقول أصلي بعد العشة أربع ركعات وبعدين أنام ثم أقوم قبل الفجر أصلي ركعتين أقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بي قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة طبعا ثم أقوم أوتر بيقوله الله أحد والمعوذتين تقول سمعتك بأنه تقول يجوز سردا الجواب نعم يجوز أن يصلي الإنسان الوتر ثلاث ركعات لكن سردا ما يشبهها بالمغرب ما يجرس مثلا يأتي بتشهدين لا يكفي تشهد واحد يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بيقول يا أيها الكافرون وفي الثالثة بيقوله الله أحد طبعا بعد قراءة الفاتحة في كل ركعة أبو علي من ليبي يقول والدة ترك عند مبلغ أمانة وقال لا تعطيه أحد هذا لك لأنك أنت خدمتني وأطعتني وفعلت وفعلت يقول بعدين توفي رحت وقسمت على الورثة وترك أيضا أدوات حراثة ماذا علي أبو علي رحم الله الوالد وغفر له وأحسنت أنت بارك الله فيك أحسنت حينما وزعت المال على إخوانك وفعلت العدل بارك الله فيك وزادك الله حرصا وهذا هو الصحة لماذا؟ لأن الوالد إنما أعطاك بدافع العاطفة كونك وقفت معه وبريت البر والوقوف مع الوالد ليس له قيمة ما له قيمة له الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولذلك يخطئ بعض الآباء حينما يخص بعض الأولاد لكون أحب إلى قلبه من البقية ولكون الولد يخدم الوالد وبار فيه وغير لا فيروح يعطيه بدافع العاطف وهذا غلط الولد هذا له الأجر عند الله الذي أعظم من أموال الدنيا كلها ولكن العدل في الأموال واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وأنت الآن فعلت العدل بارك الله فيك بقية الأدوات الحراثة والزراعة هذه تركة بارك الله فيك أيضا تقسمها على إخوانك للذكر مثل حظ العنثيين والوالدة إذا كانت موجودة لها السدس أم حسن من فرنسا تقول زوجها يشرب الخمر ويضربها ويهينها وبعدين فرقت الحكومة بيننا ليس طلاق وذهب عند ابنتها تقول ومع ذلك لا يصلي ولا يصوم ويفعل المنكر تقول هل علي أنا شيء حينما ألقى الله وأنا مصلي وأقوم الليل وشيء من هذا القبيل لا يا أختي أم حسن ليس عليك شيء أنت لك الأجر والثواب أنك فارقت مثل هذا الرجل والعياذ بالله يفعل المنكر ولا يقيم حقوق الله جل وعلا ما عليك شيء ولله الحمد والمنه ولو طلبت الطلاق يكون أفضل حتى لا يكون له تبع عليك لكن الآن ليس عليك ذنب أنت مأجورة إن شاء الله ليس عليك ذنب بارك الله فيك أم حسن تقول زوج ابنتها يعني يخدم مع الشياطين والعياذ بالله ويكتب للناس يعني الحروز ويكذب شيء تقول زوجته تقول أنا ما أسمح لك أنك تؤكلنا الحرام ما العمل أم حسن بارك الله فيك تقولين لابنتك تقول لزوجه أعطيك مهلة شهرين ثلاثة تترك هذه الحرفة الخبيثة لأنه هو مندوب عن الشيطان ورسول عن إبليس هذا السحر والكهان والعرافين هؤلاء رسل من رسل إبليس مناديب والعياذ بالله يفسدون في الأرض ولا يصلحون فإذا كان ابنتك فعلا متيقنة وليست شاكة أن هذا الرجل يعمل السحر والكهانة ويصنع الحروز والعياذ بالله ويخدم للجن ويذبح له هذا لا خير فيه تقول لأمامك شهر شهرين ثلاثة تترك هذا الأمر وتجتنبه ما تمكنه من نفسها فإذا تاب إلى الله وأناب واستغفر وندم ورجع إلى التوحيد والإيمان الحمد لله إذا ما فعل هذا يجب على ابنتك أن تفارقه لا أن تمتنع عن الأكل من يده أو من كسبه لأنه ما يكفي هذا لا يكفي لا بد أن تفارقه لأنه لا خير في امرأة تبقى عنده ساحر أو كاهن أو رجل يخدم الجن والشياطين نعوذ بالله من الشياطين أم محمد من دبي بارك الله فيها تقول أصلي الفرض وبعد التشهد عفوا تقول وفي التشهد قبل ما أسلم أقوم وأرجع إلى الكرسي حتى أنني أدعو الله طويلا لأن بقية جلوسي يتعبني ما العمل؟ هل هذا الفعل صحيح قبل السلام؟ أم محمد بارك الله فيك وزادك الله وحرصا وثبتك الله لا ما يصرح هذا ما يصرح هذا أنت بارك الله فيك الآن حينما تجلسين للتشهد تشعرين بألم استعجلي في التشهد وجيبي الدعاء اللهم نعوذ بك من عذاب القبر إذا شعرت بأن ممكن تأتين به وإذا ما أتيت به ما عليك شيء وتكملين صلاتك بمثل هذه الطريقة ولا تنوعين ما دام أنك عندك قدرة على القيام والجلوس بارك الله فيك وبعد ما تنتهين تأتين بالأذكار والتسبيحات والآيات القرآنية وبعد ما تنتهين ممكن يعني تستقبلين القبلة أو تدعين الله عز وجل وأنت على الكرسي يعني منت سلمين تقومين على الكرسي وتأتين بالأذكار محمد لا خلينا محمد بس طيب محمد يقول المخرج خلاص الوقت لكن بجاوبك يقول محمد من الشالقة يقول هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال لزوجها البخيل لأجل الإنفاق على الضروريات والحاجيات الجواب نعم أيما امرأة قتر عليها زوجها ومنعها من حقها الضروري والحاجي فلها الحق أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه لكن قبل ذلك تسأله الحق تقول له أنا لي حق عليك اتقل لها فيها فإن أبى وقتر ومنع وعندها ضروريات وحاجيات وليست تحسينيات وكماليات واكسسورات لا ضروريات وحاجيات تحتاج إليها ومضطرة إليها جوز ودلي على ذلك حديث هند عفوا هند زوجي أبي سفيان لما أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت أن أبا سفيان رجل شهيه لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فإذا كان فعلا مقتر مانع مضيق عليها لها الحق في هذا بارك الله فيك انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج والحمد لله على الثمام ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته